موسيقى لدغة الموت تحدث المسيح إلى رجل الدين نيقديموس من مجمع السنهادرين الذي جاء إلى يسوع ليلا متخذا مثال رمز من حادثة عجيبة معروفة من تاريخ إسرائيل من سفر العدد إصحاح 21 تذمر الشعب على الرب وعلى موسى صاروا في طريق طويل مما سبب إحباط ونفاذ الصبر كان الطريق يصفها في سفر التثنية إصحاح 8 الذي صار بك في القفر العظيم المخوف مكان حيات محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان لقد تذمروا على الطعام السخيف والماء طبعا المشقة والعناء لأنهم رجعوا في قلوبهم إلى أرض مصر تمردوا على الله بدل أن يشكروه تذمروا عليه بشكوى ونميمة نسوا معجزات الخارقة معهم ورفضوا عناية لهم وأظهروا عدم إيمانهم استخدم الله الحيات السامة الحارقة بلدغتها وما أكثرها في تلك الصحراء ومنها أنواع متعددة يختفي بعضها في الرمال وتهاجم بدون انذار كما وصفها إشعياء النبي فإنه من أصل الحية يخرج أفعوان وثمرته تكون ثعبانا مسمى طيارا كانت الشعوب القديمة سواء المصريون أو الإسرائيليون حتى من حضرات ما قبلها تخاف الأفاعي البعض كان يستخدم السحر والتعاويذ للتخلص منها هذه الحيات المحرقة سببت الموت للكثيرين والذعر في معسكر إسرائيل عندما سرخوا إلى الله وندموا واعترفوا أنهم أخطأوا إلى الله طلبوا الرحمة وطلبوا من موسى رجل الله أن يصل من أجلهم حتى تكف الدينون عنهم دبر الرب لهم طريقة عجيبة للإنقاذ والخلاص أن يضع راية عالية ويضع عليها الحية النحاسية فكل من لدغته الحية ونظر إلى حية النحاس يحيى كانت هذه الحية رمز بنظرة الإيمان نال الشفاء من السم الرهيب ظلت هذه الحادثة في تفكيرهم لدرجة أنها أصبحت صنم معبود وقدموا العبادة لنحشتان مما دفع الملك حزقية ملك يهودة أن يصحقها كما هو مكتوب عنه هو أزال المرتفعات وكسر التمثيل وقطع السواري وصحق حية النحاس التي عملها موسى لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لها ودعوها نحشتان في ملوك الثاني إصحاح 18 إن الحية النحاسية لا توجد فيها قوة فعلية لتهب الشفاء أو تمنع الضرر لكن النظر إليها بالإيمان لأن الله هو مصدر الشفاء ومصدر الحية ومصدر كل عطية صالحة لقد كانت الحية رمزاً وعلامة بأن يوجه أفكارهم وقلوبهم لله وحده إلى مصدر الشفاء ومصدر البركات من الطعام والماء لتسديد احتياجاتهم استخدم المسيح هذه الحادثة من الرمز إلى المرموز قائلاً وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحية الأبدية رفعت الحية أمام المحتضرين الذين صر فيهم السم القاتل هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان على الصليب من ينظر إليه نظرة الإيمان واضعاً ثقته الكاملة فيه سينال الشفاء الكامل من ضربة الخطية والخلاص من لعنتها ونتائجها وأبديتها لقد رفع المسيح على خشبة الصليب وأيضاً رفع إلى المجد اتصعد إلى السماء فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون إني أنا هو وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع قال هذا مشيراً إلى أية ميتة كان مزمعاً أن يموت مكتوب أيضاً وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه لذلك رفعه الله وعطاه اسماً فوق كل اسم لكي تشتب اسم يسوع كل ركب ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب لم يكن ممكناً أن يرتفع إلى المجد إلا عن طريق رفعه على الصليب واستطاع أن يجذب ناس كثيرون إليه ونحن أيضاً لا نرتفع إلى المجد إلا عن طريق صليب المسيح لننال الحياء الأبدية عن طريق إيماننا به نؤمن إيمان قلبي عميق يشجعنا الكتاب أن نكون ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل الصرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهيناً بالخزي فجلس في يمين عرش الله والنظر هنا أحباء فعل إرادي محدد مصحوب بندامة وتوبة صادقة حتى يشفى ويحيا ننظر إلى يسوع لنحيا روحياً وأبدياً لكي لا نهلك كانت الحية النحاسية على شبه الحية التي سببت الموت كذلك قد تجسد المسيح في شبه جسد الخطية بدون خطية كي يفدينا من الخطية التي جلبت الموت للعالم كانت الحية النحاسية خالية من السم من نحاس كذلك المسيح معصوماً عن الخطية لأنه جاء من السماء الحية كانت على راية أمام مرأة الجميع كذلك المسيح على صليب الجلجثة لكي ننجو من عقاب الخطية كانت الواسطة للشفاء هو النظر الروحي للشفاء الروحي لاحظ معي ينبغي أن يرفع نرى هنا حتمية الفداء عمل هذا الفداء طبيعة الفداء قوة الفداء ونتائج هذا الفداء المبارك يتحدث المسيح هنا عن الخلاص بأبسط الطرق فقط انظر إلى يسوع نظرين إلى رئيس الإيمان نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاص الأرض لأن أنا الله وليس آخر فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض لأن الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزى وأن كل من يدعو باسم الرب يخلص لأنه ليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص هل لدغت بسم الحية القديمة بالخطية المميتة انظر إلى يسوع فتحيا لقد شفي الشعب بنظرة إيمان إلى الحية النحاسية لكن عندما تنظر إلى يسوع بالتوبة والإيمان فتنال الحياء الأبدية حياة ذات الله في الحاضر لأن المسيح هو مصدر الشفاء ومصدر الحياة إنها الحياء الأبدية إلى أبد الآبدين معه في السماء لأنه وعد الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة فالمسيح خبز الحياة الطريق والحق والحياة القيامة والحياة وفيه كانت الحياة وكما رفع موسى الحياة في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية انظر إلى يسوع فتحيا ربنا إباركك اشتركوا في القناة